أستاذ عبد الرحمن يعني أنا اسمح لي أسألك الآن في مواطن قدم بلاغ نعم شفنا تغريته هو الثويني أو البل صحيح الأستاذ سعد الثويني ونعم فيه أبد هو مواطن مواطن صالح بالتأكد طيب ويصار على البلاغ اللي قدمه هو قدمه ضد مين ضد موضوع يتعلق بأنه أحد الوزراء نعم وخلنا نكون شفافين يعني إحنا نبغى نسمع وزارة الخدمة المدنية ووزير الخدمة المدنية يقال معالي الوزير بأنه وظف أولاده أو وظف ابنين وقام الموظف بتبليغ طبعا هذا يثبت هذا يثبت ونقولها على الهواء وبكل صراحة وأمانة أنه بلدنا ما فيه شيء يسمى هذا وزير المواطن ما يشتكيه ولا هذا لا مثل ما قال الملك خدم الحرم الشرفين الله يحفظ بأن الأبواب مفتوحة والآذان والهواتف الباب مفتوح ومن يريد أن يقدم شكوى يقدم طبعا الرجل هذا قدم شكوى ضد معالي الوزير أنه هو أقدم أو وظف ابنين أسمح لي الحقيقة أن أشير إلى شيء مهم جدا أنه هذه البلاد قامت على أساس العدل أكيد والنظام الأساسي للحكم وهو ينبثق من الشريعة الإسلامية نص صراحة على أن الناس والمواطنين متساوون أمام النظام والاستراتيجية الوطنية لإحماية النزاح ومكافحة الفساد من أهدافها تحقيق العدل وبالتالي الهيئة عندما تتلقى بلاغ أو تكتشف شيء هي لا تنظر للإسم نحن ننظر للحالة أيا كان صاحبها فالأمر السامي القاضي بإنشاء الهيئة وتنظيم الهيئة نص صراحة على المسائل لكل شخص أيا كان موقعه جميل وبالتالي الهيئة لا تنظر للإسم الإسم لا يعنينا في شيء طيب إحنا عندنا أمامنا ممارسة أمامنا ممارسة هل هذه الممارسة تنطوي على فساد أو فيها مخالفة للأنظمة هذا ما يهمنا طيب الآن أنتم حققتوا ما أشار إليه المواطن سعد الثويني ونا بالمناسبة أشكره كلنا نشكر نشكر كل المواطنين الحقيقة الكرام على تعاونهم الكبير مع الهيئة والحقيقة تتلقى الهيئة بلاغات من المواطنين تصل إلى تقريبا عشرة ألف بلاغ سنويا كلها الحقيقة بلاغات قيمة وتتعامل معها الهيئة كلها بجدية تامة الهيئة تابعت الموضوع أصلا قبل أن يتكرم المواطن بإبلاغ الهيئة وش توصلت للهيئة الهيئة توصلت إلى الحقيقة أنه يعني ما نشر ليس صحيحا كله ليس صحيحا كله المواطن الموظف المذكور هو متعاقد على أساس بناء على قواعد يحكمها الأمر السامي 34-807 هذا الأمر تضمن 17 معيار للتعاقد مع الكفاءات المميزة هناك موضوع اسمه التعاقد مع الكفاءات المميزة ينطوي هذا الأمر على 17 معيار يجب أن تتحقق في أي شخص في أي شخص كل السبعة السبعة الذي تتعاقد معه الجهة الهيئة باشرت الموضوع الحقيقة اعتباره من الأحد الماضي وشخصت إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وليست وزارة الخدمة الموظف وزارة الشؤون البلدية والقروية وليس في وزارة الخدمة وهو ليس على نظام الخدمة المدنية هو تعاقد على نظام الكفاءات المتميزة اللي يحكم قواعده المرسوم الأمر السامي اللي أشارت له هل هو؟ هذه القواعد المعايير إحنا عندنا عندنا حالة موجودة وعندنا معيار حلو عندما يتوافق هذا المعيار مع الحالة لا مشكلة عندما يختلف هنا تأتي عملية البحث وهو ما تقوم به الهيئة حاليا تبحث كل هذه الأشياء 17 معيار تحققنا من بعضها ولا يزال البقية الحقيقة تحت الفحص والتمحيص ولن تتردد الهيئة في الإعلان عن نتائج ما يتم التوصل إليه في حين إن شاء الله